اشتركوا في القناة وعلى جانب مجلس الشورى رئيس الاجتماع معالي السيد علي بن صالح صالح رئيس مجلس الشورى فيما رئيس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورئيسي وعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكل المجلسين وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع تم التأكيد على مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية للوصول إلى توافقات وتصورات مشتركة فيما يخص مشروع الميزانية العامة التي ترتكز على مبادئ وأسس هي الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص وعدة للمواطنين والالتزام ببرنامج التوازن المالي إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكومية وتطوير الأداء كما تم خلال الاجتماع سعراض مريات أصحاب السعادة عضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 وتقديم الإضاحات والرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء لجنتين الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومية واتفق فريقاء السلطة التنفيذية والتشريعية على مواصلة بدل الجهود المشتركة للوصول إلى توافقات مشتركة فيما يخص مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023-2024 كذلك تم خلال الاجتماع تأكيد على أن مصلحة المواطن هي الأساس الذي تبني عليه كافة الخطط والبرامج والتنويه بهمية مواصلة الجهود التنسيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الخروج بالتوافقات لاعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة